بسم الله الرحمن الرحيم اليوم درسنا راح نحل أسئلة الفصل صفحة 83 مادة علوم صف 8 مدارس الوطن العربي البداية راح نبلش بالسؤال الأول في الشكل 6-28 دارة كهربائية إذا كان جهد البطارية 16 فولت فاحسب ألف المقاومة الكلية في الدارة قبل هذا كله لازم نعرف أنه هاي الدارة الكهربائية اللي عنا هل هي موصولة على التوالي ولا على التوازي وبناء على ذلك منحط القانون من الطلاع أو شي بنشوف إذا كانت بسلك واحد أو عدة أسلك فبلاحظ أن الشحنات أو التيار الكهربائي راح ينطلق من البطارية ويمر عبر المقاومات ويرجع لنفس السلك إذا هي دارنا موصولة على التوالي كنا بنعرف من الدروس الماضية إنه إذا بدي أحسب مقاومة موصولة أو مقاومات موصولة على التوالي فإني بحط قانونها ألف ميم كاف تساوي ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلات منعوض عنا لإنه إحنا تلات مقاومات فبعوض تلاتين زائد عشرين زائد خمسين فبطلع عنا الجواب ميت أوم بما إني عم بحكي مقاومة إذن الوحدة أوم بالفرع با طالب مني السؤال التيار الكلي في الدارة عشان أحسب التيار وعندي إيه مقاومة وعندي الجهد اللي هو موجود في الدارة 16 فولت إذن معطيات في عنا موجودة با وحط القانون أوم الرئيسي ميم تساوي جيم على تا وميم موجود عنا ميت أوم جيم من الدار الكهربائي 16 فولت وتا مجهولة هون على مقام واحد بضرب ضرب تبادلي مية في تا واحد ضرب 16 بقسم على مية حتى أتخلص من معامل تا وبقسم على مية إذن تا تساوي 16 على مية وهي نفسها 16 بالمية وبما إني عم بحكي عن تيار كهربائي إذن وحدة التيار هي أمبر السؤال الثاني بحكينا في أي الحالتين ألف أمبر للمقاومات الوردة في الشكل 6 إلى 29 تكون مقاومة من مكافئة أكبر بتطلع على الشكل ألف بلاحظ أنه عندي السلك أو الشحنات بتفرع لسلكين السلك هون و هون فعندي أربعة أوم وأربعة أوم موصولين على التوازي لأنه خطين بتوازو تمام بعدها بتتلاقى عنا عن ثلاثة أوم ثلاثة أوم إذن الدارة الأولى راح تكون على التوازي بعدها المقاومة مكافئة لهادول المقاومتين مع هدول المقاومات راح يكونوا على التوازي فإذا بدي أحل الفرع ألف السؤال الثاني الفرع الف بحط قانون التوازي بحكيه انه واحد على ميم كاف يساوي واحد على ميم زائد واحد على ميم اتنين واحد على ميم كاف يساوي واحد على اربعة زائد واحد على اربعة بما اني عم بحكي المقامات متوحدة ما في داعي اعمل اشي فبقول واحد زائد واحد اتنين على اربعة بس اللي طلع عندي 1 على ميم كاف يساوي 2 على 4 بس أنا المطلوب عندي ميم كاف لحالها فإذن نقلبها 4 على 2 ويساوي 2 أوم لأننا بنحكي عن مقاومة هاي بالنسبة لدارة الأولى هلا الثنين أوم اللي طلعت مقاومة مكافة هون مح هدولة المقاومتين رح يكونوا على التوالي فقانون التوالي ميم كاف يساوي ميم 1 زائد ميم 2 زائد ميم 3 فـ 2 زائد 3 زائد ثلاث ويساوي ثمانية اوم نتطلع على الفرع بها عندنا دهرة كهربائية بسيطة عندنا الشحناب تتجزأ لسلكين اربعة واربعة اوم خلينا نحكي مقاومة تالنية هي الاربعة اوم فاول اشي بما انهم على التوازي فبحكي واحد على ميم كاف يساوي واحد على ميم واحد زائد واحد على ميم اثنين اذا يساوي واحد على اربعة زائد واحد على اربعة ويساوي تنين على اربعة برضه لنحكي للمرة التانية انه انا ما بدي واحد عميم كاف انا بدي ميم كاف لحالها يعني 4 على تنين ويساوي 2 اوم اللي طلعت عندنا تنين اوم مع المقاومة اربعة اوم بتكون موصولة على التوازي فقانونه ميم كاف يساوي ميم واحد زائد ميم 2 ويساوي 2 زائد 4 ويساوي 6 أوم من الأكبر؟ هون طلع عنا 6 وبألف طلع عنا 8 من الأكبر؟ المقاومة المكافئة في ألف أكبر من المقاومة المكافئة في با إذن المقاومة المكافئة في ألف أكبر من المقاومة المكافئة في الثالث بحكينا فسر سبب إضاءة المصباح في ألف في الشكل 36 أكبر من إضاءة المصباحين في با كنا نتطلع على الشكل ألف عنا موجود مصباح واحد أما في الشكل با عنا مصباحين موصولين على التوالي شوش السبب الرئيس اللي بيخلي إضاءة ألف أكبر من با؟ طبعا لإنه با موصول اللي خليني نحكي المصباحين على التوالي وحكينا من دروس الماضية أنه التوصيل على التوالي بعطينا مقاومة مكافئة كبيرة فلما تكون مقاومة كبيرة التيار رح يقل لأنه العلاقة عكسية بين التيار والمقاومة إذن الجواب رح يكون لأنه في بعض توصيل على التوالي مما يزيد من المقاومة الكلية أو المكافئة في الدرة فيقل التيار المار في المصباحين أي المقاومتين فتقل شدة إضاءة كل منهما السؤال الرابع بحكينا في الشكل 6-31 درة كهربائية أدرس الشكل ثم أجيب عن الأسئلة التي تلي عندنا درة كهربائية زي ما إحنا شايفين عندنا مصباح واحد مصباح اثنين طالب مني في ألف ما طريق التوصيل المصباحين واحد واثنين طبعا زي ما إحنا شايفين بالشكل أكد رح يكون توصيل على التوالي التوصيل رح يكون على التوالي الفرع ب طالب مني هل يمكن إطفاء المصباح واحد مع إبقاء المصباح اثنين مضاء ولماذا؟ طبعا إشي طبيعي مستحيل أو لا يمكن لأنه حكينا طريق التوصيل على التوالي بتخلي يا المصباحين يضيقوا مع بعض يا يضفوا مع بعض لأنهم موصلين بنفس السلك إذن جواب زي ما إحنا شايفين الفرع الجيم الفرع الجيم بحكينا كيف يمكن أن نزيد من إضاءة المصباحين طبعا هاي سهلة لما بدي أزيد إضاءة المصباحين يعني بدي أزيد شدة التيار فلازم أزيد فرق الجود شو يعني فرق الجود؟ يعني أحط عدد أو كمية من البطاريات بشكل أكبر إذن خلال زيادة عدد البطاريات